هذا الهتاف الذي نادت به ثورة ديسمبر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة لتدخل البلاد بعدها في نفق مظلم مع تسلم حكومة أحزاب قحت مقاليد الأمور ليكون الإقصاء الشعار الأبرز في هذه المرحلة استبشر الصحفيون خيراً بعد تصريح وزير الإعلام فيصل صالح والتزام بلاده بضمان حرية الصحافة والإعلام وتعهد وقتها بأن لا يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع والسجن وسرعان مختلف الحال وتبدل حيث قامت حكومة أحزاب قحت بممارسة التضييق وتكميم الأفواه ضد خصومها ومخالفيها بذريعة محاربة تمكين النظام السابق حيث أصدرت لجنة إزالة التمكين جملة من القرارات التي تم بموجبها إغلاق بعض القنوات الفضائية والصحف الورقية أصدرت الخرارات الآتية الحكس على حسابات المصرفية وكافة الوصول بالنسبة للمؤسسات الآتية قناة الشروق الفضائية شركة اندولوس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المهدودة المالكة لمجموعة قنوات طيبة حجس التحفص على شركة السوداني للاتباع والنشر المالكة لصحيفة السوداني حفظ التحفص والحجس على شركة الرأي العام للصحافة والنشر المهدودة المالكة لجريدة الرأي العام لم يتوقف الأمر على القنوات والصحف التي أغلقتها لجنة التمكين حيث أغلقت العديد من الصحف أبوابها بسبب تجاهل الحكومة لها وعدم دعمها بسبب الأزمة الاقتصادية حيث توقفت الصحف عن النشر ومنها صحيفة آخر لحظة والأخبار والرأي العام والمستقلة وغيرها حكومة قحت مارست التنكيل بكل أنواعه حيث أقدمت قوة حكومية على اعتقال رئيس اتحاد الصحفيين الصادق لرزيجي يتم الإفراج عنه بعد ستة أيام من اعتقاله كذلك انضم إلى قائمة المعتقلين الكاتب والصحفية طيب مصطفى بسبب مقال انتقد فيه عضو لجنة التمكين صلاح مناع كما تم اعتقال الصحفي البارز إسحاق فضل الله إضافة إلى العديد من الكتاب والناشطين والرؤساء الأحزاب والطيارات المختلفة لتفتح اللجنة نيرانها هذه المرة على التلفزيون القومي حيث قامت بفصل عشرات الموظفين والعاملين بالإذاعة والتلفزيون القومي دون سابق انذار لا يزال السودان ضمن أسوأ الدول في حرية الصحافة في عهد حكومة أحزاب قحت حيث يحتل المرتبة التاسعة والخمسين بعد المئة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة على الرغم أن الوثيقة الدستورية تكفل حرية الصحافة والصحفيين في السودان ولا يزال شعار حرية سلام وعدالة مجرد شعار لم يطبق حتى الآن